بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في فيديو جديد وكورس جديد. الحمد لله دلوقتي ربنا اكرمنا وده الكورس السابع على يوديمي النازل خلاص وتوافق عليه. لسه يدوم متوافق عليه. فقلنا خلاص نتوكل على الله كده. نعمله فيديو نوضح فيه ايه محتوى الكورس ده? والكورس ده ممكن يفيدك ازاي? وايه التوبك بتاعه? ايزا اقول لك ان الكورس ده من الحاجات المهمة جدا جدا لأي ممكن تتخيلها لان انت تقريبا مش هتستغني عن التوبك ده. الكورس بتاعي النهاردة بنتكلم على فخليني كده في الفيديو ده اوضح لك اه قلنا ايه في الكورس ده? عملنا ايه? طب ايه جديد? ايه اللي مش جديد? اه يعني خليني ندرد شوية كده مع بعض على الكورس. واقول لك ازاي تاخده في الاخر بشكل مجاني? ازاي تدفع لما انت في مصر? كل الكلام ده هنقوله في خلال الكورس ده. لو انت على قناة اليوتيوب فقيا اسف في خلال الحلقة دي. لو انت على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب علشاني وصالك الفيديو هات اول باول. يلا بينا. زي ما قلت لك كده الحمد لله ربنا اكرمنا وده كده الكورس السابع اللي موجود عليه يدمي لين. تمام? الكورس ده كان بيتكلم على ايه? الكورس ده بيتكلم على محتوى او ازاي تعمل على المستخدمين بتوعك. موضوع مهم جدا وتبك مهم لاي حد تريبا هيشتغل في اي مشروع طالما انت عندك مستخدمين في المشروع فده اكد ان انت لازم تحتاج معاك باي شكل من الاشكال. اه طبعا التكنيكس نفسها بتاعت دي تكنيكس كتير. تمام? ولكن حاولنا نغطي في الكورس ده معظم الحاجات اللي ممكن تتخيلها. تمام? او اشهر الحاجات او اشهر التكنيكس اللي موجودة حاليا واللي تقدر تعتمد عليها في موضوع فخلينا نبص كده زي ما قلت لك كده الكورس لسه متوفق عليه. يا دوبري يعني لسه توزم. لسه ما فيوش اي خالص لحد الوقاتي. اه بس لو نزلنا كده بص بتاعه قبل ما تشارك حتى في الكورس لازم تبص دايما على بتاعه. بتاعه ان انا بعد مرحلة خلاص بنجرب فاحنا عايزين نعمل عمالية بعد كده كل مديون من المديولات ديات بيختص بنوعية معينة من يعني عندك من اول عندك في حاجة اسمها او ده تكنيك تاني. عندك تكنيك تالت اسمه. اتكلمنا فيه على موضوع اللي هو الرسالة اللي بتجيلك على الموبايل اللي هي وازاي تتعامل معها وازاي تفهم اي بروفايدر بيتعامل معها ازاي والكلام ده كله. وغطينا هنا في الكورس كمان اه مثالين اتعملنا مع وتعملنا مع عايز اقول لك انه طبعا هي مسألة مش حافظة انت فاهم يعني يعني انت مش يعني محمود مش يحفظك الكل بروفايدر بيشتغل ازاي. ولكن عملنا في الاول برضو الدنيا فيه سهلت الدنيا وهتخليك تقدر تتعمل مع اي بروفايدر ايا كان ايه هو. يعني ايا كان ايه اللي موجود عندك 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 غيرهم لك الحريف ده. تمام? دي حاجة من الحاجات اللي تتكلمنا عليه. هاتكلمنا بعد كده على حاجة كمان تخص الجوجل بالفرجلات بتاعتها وايه الفرق بينهم وازاي تعمل كل واحد من من الطريقة دي. تتكلمنا على حاجات تانية زي او وتكنيك تاني زي برضو اتكلمنا فيه قبل كده اصلا تمام ولكن هنا الكورس بدأ يعني يقول لك ازاي تفتفهم الحاجة ديات او ازاي تتعلم حاجة زي والكلام ده كلك. فالكورس المحتوى مهم جدا فيه هنا حتة او فيه مديول هنا مهم جدا اسمه ده واحنا شغالين مع بعض جوة عمليات نفسها. دلوقتي احنا بهايبا عندنا اكتر من تكنيك بنشتغل به جوة الكورس. تمام? فعملنا كده حاجة من جوة جوة كده كأنها زرار كده بتقفل وتفتح التكنيك اللي انت عايزه. يعني انت عايز يبقى عندك واحد هو واحد بس. ولكن بينفع يشتغل على كل كل تكنيكس اللي انت شايفها قدامك دي. مع انه هو واحد او هو واحد. ولكن فيه في كده بعض الاعدادات الصغيرة اللي بمجرد ما تغيرها يعني لو قلت له في هيفهم خلاص انه هيتعامل مع الاوتي بي. لو قلت له هيفهم انه هيتعامل بالطريقة دي. لو قلت له مش عارف الايميل فهيتعامل بالطريقة دي. وهكزا. فده برضو كانت من الحاجات المهمة جدا اللي انت لازم تكون فهمها. عايز اقول لك ان زي ما قلت لك كده محتوى الكورس مهم جدا. المحتوى الكورس طبعا ده آآ هو لسه لسه يعني الكبون المفروض انه هيتطبق عليه. تمام? انا لسه ما عملتش الكبون لحد الوقتي. انا مسجل الفيديو بدري يعني. آآ ولكن لما الفيديو ان شاء الله هينزل لك. ان شاء الله هينزل بكرة باذنك يا رب. هينزل معا الكبون. فهيسيب لك الكبون في الوصف. الكبون ده هيجيب لك الكورس بقل سعر ممكن. حوالي تقريبا خصم اتنين وخمسين في المية. يعني تقريبا ما يعادل حوالي مية وتلاتين جنيه مصري او حاجة كده. آآ بالنسبة للناس المصريين طبعا كنا كان لنا في الجزء ده قبل كده. وقلنا ان الناس المصريين دلوقتي بعد وقف البطاعة الخصم المباشر خلاص مش عارفين يتعاملوا او يشتروا الكورسات اللي هم عايزينها. فهين عايز اقول لك ان طبعا آآ برضو هسيب لك في الوصف هسيب لك آآ آآ اليو ارائيل بتاع الواتساب تمام ورقم بتاع الواتساب ممكن تبعت عليه. ده الناس اللي هم مسؤولين عن الدعم. هيبتدوا يسألوك آآ او يقول لك ازاي تبعت الفلوس وازاي تاخد اللينك والكلام ده كله وازاي تشترك وهم هتابعوا معك لحد ما في الاخر من انك مجرد ما تدفع الفلوس عشان تشترك فيه لحد ما تشترك فعلا في الكورس. تمام? فانوطة دي خلاص. بالنسبة كمان لحاجة تانية مهمة جدا. ان كده كده انا زي ما بعمل في اي كورس من الكورسات بتاعتي. يعني هو واحد على كل الكورسات. اي حد يا جماعة مش مقتدر اي حد عنده ظروف مادية تمنعه من ان هو يدفع للكورس. فمفيش مشكلة تقدر تاخد الكورس فيه. كل الفكرة ان انا هسيب لك بس تحت في هسيب لك الايميل حاول تتواصل معي اقول لي ان انت عندك ظروف مسلا معينة او الكلام ده كله وانا هقول لك اتفضل خد الكورسة. بنعمل دايما الموضوع ده تحديدا تحديدا بشكل اكبر يعني للناس اللي هم المتوجدين في سوريا والناس اللي هم موجودين في فلسطين دلوقتي والاحداث اللي عندهم ربنا يكون في عونهم يعني. ولكن ده بيحصل دايما على كل الكورسات بتاعتي سواء اللي فاتت او ان شاء الله اللي جاي. حاجة كمان من الحاجات اللي ربنا اكرمنا بها في في الكورس ده. ان احنا بدأنا ناخد خطوة جديدة شوية او خطوة يعني خلينا نقول خطوة مبدئية كده بس في ان احنا نضيف عندنا في الكورس ونتدأ نتعامل بها. يعني ابتدينا ناخد حاجات كده زي اللي انت شايفها قدامك دي الشارتات دي هنا بيشتغل ازاي وممكن تعمل به ايه وتخلي ايه والكلام ده كله طبعا ما تبصش للصورة هنا انت عندك الكورس كله هيتلاقيه اه الف وتمانين فول اتش دي. تمام? اه فهنا طبعا بيطلع بجاو ده قل. انما هو في الكورس بيبقى مشروح عن طريق بيبقى مشروح والكواليتي بتاعته الف وتمانين بيه فما تعلقش من نقطة دي خالص. ولكن المفروض ان احنا كنا ناخد خطوة زي دي في الكورسات اللي فاتت. ولكن انا مؤمن جدا ان ما فيش حد بيطلع السلم مرة واحدة. تمام? يعني خلينا نقول كده ان هي خطوة بتجيب خطوة. تمام? ابتديني في الكورس ده. الله اعلم ممكن الكورس اللي جاي يكون احسن بكتير وممكن يكون فيه اكتر وممكن يكون في يعني بنحاول نطور في المسألة واحدة واحدة. ولكن دي برضو من الحاجات اللي احنا عملناها في الكورس ده. يعني كنا مبسوطين بيها ان احنا ان احنا هيدرنا نحط اول خطوة بس او نحط رجلنا على اول خطوة او اول سلمة في النقطة دي. عايز اقول لك ان شاء الله يعني ربنا يقصر والكورس يكون مهم جدا بالنسبة لك والكورس يكون مفيد برضو بالنسبة لك وربنا يقدرني واقدر اوصل لك حتى ولو معلومة واحدة. ارجعتني واقول لك بالنسبة للناس المصريين عندكم رقم الواتساب تقدرت تشترك فيه من الكورس وتدفع عن طريق في دافون كاش. بالنسبة للناس اللي هم تحديدا الموجودين في سوريا وتحديدا الموجودين في فلسطين واللي عندهم ظروف بتمنعهم من انه هم آآ يدفعوا الكورسات بتاعتهم او مش قادرين يعملوا ده. طبعا ما يشاب عندهم في دافون كاش او الكلام ده كله فانت مرحب بكم جدا يا جماعة. اتفضلوا الاميل الموجود عندكم. ابعت لي بس وانا هبعت اللينك بتاع آآ الكورس زي ما انت عايز. اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله نشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ونشوفكم على خير في كورسات جاية تانية.